كلية الرياضة التقنية كانت أول كلية تقنية أنشئت في عام 1983 في المملكة ولما فتحت الكليات التقنية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي بدأوا بعدد بسيط من التخصصات أما الآن تجاوز عدد التخصصات المعتمدة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التسعين تخصص سابقاً كانت الجهات التي تعمل على تدريب وتأهيل الشباب السعودي الكليات التقنية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أما الآن أصبح هناك عدة جهات صار لها دور أيضاً في توطين المهن والتدريب وتأهيل الشباب والشابات السعوديين من خلال إطلاق مبادرات دعمت بعض المهن اللي كانت حكر على العمالة الأجنبية ونسبة السعودة قليلة فيها كمهنة الصيد مهنة الصيد مهنة صعبة ومخاطرها لغير المحترفين عالية ومدخولها المادي كان غير ثابت بالذات للصياد اللي يعمل بالأجرة اليومية وبدأ أبناء الصيادين بالذهاب لوظائف في مجالات أخرى وهذا الوضع بدأ يعرض مهنة الصيد للإندثار لذلك أطلقت وزارة البيئة هذه المبادرة العبقرية اللي مو بس تدرب الصيادين وتأهلهم كمان تساعدهم يتملكوا قوارب تصير لهم وكمان بالنسبة للناس اللي ما تحب البحر أو تخاف منه مو لازم تكون صياد وتطلع البحر ممكن تتدرب وتشتغل في وظائف ثانية تتعلق بالثروة السمكية زي مثلاً برنامج قطاع النقل والتوزيع وبرنامج قطاع المبيعات والتسويق طبعاً كلها للمنتجات البحرية وأيضاً برنامج قطاع الخدمات المساندة والتشغيل